إلى أن يحدث ذلك دكتور يعني لو حصل وعادوا هؤلاء الناس حتى ده في أحسن الظروف إلى أماكنهم ليس لهم مكان ليس لهم منازل أما هو الأمر الآن إحنا يعني في وضع غزة دلوقتي فيه قدر كبير جدا من الغموط يعني وقدر كبير جدا من البدائل المطروحة يعني اللي ممكن الناس تتكلف فيها وممكن يعني لأنه فيه تعنج شديد جدا فيه يعني في عدم قبول حلول وتصميم قوي جدا على الاستمرار في الحرب إحنا نستمر في الحرب إلى أن احنا نبيد هذه المجموعة لا توجد مجموعة تباد يعني من الخطأ جدا مثلا أن احنا نقول مثلا أن فيه أي جماعة متطرفة مثلا يمكن أن تباد إلى الأبد يعني لأنه مهما مبيدت بتبقى لها جذور وبتبقى لها يعني خلايا بتكون نائمة فمجرد ما بتتهيأ الظروف من جديد بتبدأ تظهر من جديد وإحنا أمامنا أمامنا مثلا طالبان في أفغانستان مثلا يعني خضرتك يعني إحنا دلوقتي في أفغانستان الصراع الصراع كبير جدا جدا وطالبان اللي هو كان العالم كله بيقف ضدها والعالم كله بيعتبرها هذا يعني حركة إرهابية والعالم كله هي رجعت تحكم مرة أخرى الآن في طالبان فيجب أنه يعني يتعامل إسرائيل تبقى تدرك أنه هو التعامل مع الموقف لا يجب القول بأنه نقضي على هذه المجموعة قضاءا كاملا أنه هو يقضي عليها وهي يعني طبعا إحنا مش بندافع عن حماس بس هي من حقها أن هي تقاوم يعني إحنا هي مظلومة ويعني إنما حتى رد الفعل حتى لو إحنا اعتبرنا أن حماس عندها بيول متطرفة وعندها وهي حركة متطرفة وحتى لا نوافق على ما تقوم به مثلا مثلا هنفترض ذلك إلا أنه رد الفعل لا يساوي أبدا ما يحدث وفكرة أنه أنا هقضي تماما على ثم فيه ناس عديد منها في برّة في أماكن أخرى في مجتمعات أخرى في العالم كله ما هواش بحضرتك أشرت حتى إلى الضفة الغربية يعني من الأشياء أيضا التي أشرت إليها في بعض مقالاتك أنه كان فيه إشادة بما قرره رئيس سيسي في أنه إذا تم الدفع بسكان غزة إلى الحدود كيدخلوا إلى سيناء فهذا به إنهاء للقضية الفلسطينية وأشتأ حضرتك بهذا القرار طبعا موقف مصر في هذا الموضوع من المواقف الأولى الوطنية جدا جدا اللي فيها قدر جبير جدا من الحكمة وقدر جبير جدا من الرشد وقدر جبير جدا من قراءة الموقف وقراءة التاريخ بشكل دقيق دقيق لأنه في موقف زي ده كان ممكن يحصل أي شكل من أشكال التهور مثلا أنه أنه الناس تروح على طول إيه طب هما بيعملوا كده احنا نعمل كده مصر الموقف بتاعها كان مدروس بحكمة شديدة جدا أول حاجة فيه النقطة اللي دايما حتى أنا بأكدها لما بتكلم على الموقف ده أنه مصر حريصة على السلام وأنه مصر هي التي بدأت السلام مع إسرائيل وهي التي دفعت حتى ثمنا كبيرا لهذا السلام لأنه العرب كلهم كما تعرفين حضرتك قاطعوا مصر ونقلوا الجبعة العربية من مصر وأصبحت المقاطعة دي تستبرن لفترة طويلة من الزمن ومصر في الفترة دي عانت معاناة كبيرة جدا وكان قبول مصر لما دخلت في السلام كان اختيار استراتيجي الشعب المصري نفسه وافق عليه وما زال يوافق عليه وأنه الموقف مصر افتجاه غزة بيدافع عن السلام نمر واحد ودي الحكمة وبيقول العالم كله أن احنا مدافعين عن السلام وأن احنا عايزين نحل المشكلة الفلسطينية بالحل العادل اللي هو حل الدولتين وفي نفس الوقت حدود مصر دي محدش عدية حدود مصر دي خط أحمر حدود مصر دي يعني ورفض فكرة القضاء على القضية الفلسطينية هل ستقبل اسرائيل حل الدولتين في رأي حضر أنا عايز أقول بس أنه هو القبول بأنه يتم تهجير أهل غزة ده خلاص انتهت القضية الفلسطينية وهيهجروا بعد كده أهل الضفة الغربية باش فيه كتلة سكانية كبيرة من الفلسطينيين موجودة داخل اسرائيل فخلاص القضية الفلسطينية لحل دولتين ولا حل غير دولتين يعني عندما ينتهوا من غزة سيتجهوا إلى الضفة الغربية طبعا من نبأ ولذلك مصر كان موقف فيه عناصر مختلفة أهمية السلام نمر اتنين تأكيد الحدود وعدم الموافقة على عملية التهجير وعدم الموافقة على إنهاء القضية الفلسطينية وحتى تقديم المساعدات وتسهيل عملية تقديم المساعدات والعمل على تحقيق مصالحة فلسطينية يعني بين حماس وبين نظام الحكم الموجود في الضفة الغربية ويبقى فيه نوع من السعي الحثيس نحو تحقيق السلام اللي هو ينتهي إلى حل الدولتين يعني كتلة فلسطينية موحدة وطبعا